أهلاً أحبائنا مشاهدينا سنتكلم عن العهد القديم وعلم النقوش يصرني أن أستضيف إلى هذه الحلقة لأول مرة أخ وصديق وهو خادم أيضاً للرب دكتور مكرم مشرقي دكتور مكرم هو من الجليل الجليل الأعلى من الأراضي المقدسة والأخ مكرم هو متخصص بخلفيات وحضرات الكتاب المقدس والنصوص المسيحية واليهودية والإسلامية وعمل الماجستير حول ولادة وجوهر يسوع في الكتابات اليهودية والقرآن وطبعاً حاصل على شهادة الدكتورام كتب عن موضوع يسوع في الفكر الإسلامي المبكر كتب أكتر من عشرين كتاب وأكتر من مقالة بعدة لغات في العربية والإنجليزية والعبرية أيضاً وهو باحث وأيضاً خادم للإنجيل أخ مكرم أهلاً وسهلاً فيك في برنامج ليك النور إحنا منرحب فيك حلينا السيس نزار شرف لألي أكون معاك وبرحب فيك كمان وفي كل المشاهدين شرف لألي موضوع العهد القديم وعلم النقوش موضوع يمكن لأول مرة بنترحه خلال البرامج العديدة التي تكلمت فيها ذكرنا اكتشافات ومواقع ولكن ولا مرة ركزنا على علم النقوش وهذا طبعاً شيء شيء جداً وهذا تخصصك وإحنا اليوم كتير فرحانين أنك تكون معنا حتى تشاركنا في هذا الموضوع يعني في البداية ما هو علم الأثار وعلم النقوش إذا ممكن اتوضح لأحبائنا المشاهدين طيب حلو بالبداية أن نقول أنه علم الأثار اللي هو الأوسع هو دراسة الحضارة الإنسانية من خلال كشف توثيق وتحليل الأشياء اللي بتبعى يعني اللي بنسميها البقايا المادية يعني قصر سقط اللي بيضل من هاي المنشأة المصنوعات اللي بنلاقيها بيبحثوا عن في الأماكن اللي هي يعني كان فيها ساكنين الناس وبشوفوا إيش البيانات البيئية إيش البقايا المادية اللي ضلت نبراه طبعاً علم الأثار علم واسع يعني ممكن المشاهدين يمكن يسمعوا في علم المصريات مثلاً الجيبتولوجي، علم الأشوريات، السيريولوجي يعني فيه تفرعات كتير في علم الأثار لكن اليوم بمعونة الرب نتركز على علم في هذا في علم الأثار علم خاص واسمه الإبغرافيا وهو بالعربي علم النقوش المعنى أنه يعني حسب الكلمة اليونانية النقش أو الحفر المعنى أنه ندرس النقوش الكتابات اللي مكتوبة على عادة ثلاث أنواع من المواد حجر أو معادن على أنواعها وفخار عادة لما بيكون على فخار ينقش على الفخار الطريق على الطين الطريق بيتركوه بينشف في طريقة لشويو حتى يتحول لفخار وهذا الطين ممكن أنه ينعمل بشكل ألواح ويكتب عليها وهذا نشوفه في الحضارات المختلفة أو بيكون أواني فخارية اللي احنا حتى الحقناها نشرب فيها قبل ما يكون فيه بردات وأمور تاني طبعا على الحجارة على المعادن بيحفر حفر لأنه المعدن صعق صلب والحجر صلب ويكتب عليها مثل المسلات الفرعونية التمثيل وحتى التوابية القديمة كيف رح نشوف لأودلن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر